مرت سنة كاملة على اطلاق خدمة بلايستيشن البلاس الجديدة يعني ما عدت فينا نقول جديدة وسوني قدمت من خلالها مجموعة ألعاب مقابل اشتراك شهري فهل قدرت بلايستيشن تتفوق على جيمباس؟ جواب هيك سؤالة بيحتاج بحث ومعايير تقييم حتى اطلع بجواب عادل لأن هيك نوع من الأسئلة تبع من أحسن بيجيب وجع راس أخي وأنا ما بحب وجع راس إلا شوي فوضعت أربع معايير قيم الأمر من خلالها ورح أبدأ مع المعيار الأول اللي هو مقارنة الألعاب اللي نزلت على المنستين ونشوفهن شهر شهر واللي بيربح بالشهر يا أخي بياخد مطط سهل الموضوع كتير فعند إطلاق بلايستيشن للخدمة بالشهر السادس بـ 2022 صراحة قدمت مجموعة من حصريات سوني مثل سبايدر مان، مايرز موراليز، ريتيرنال وديمون سولز تقريبا كمان كل حصريات بلايستيشن فور اتواجدت أيضا على الخدمة بالإضافة لـ Assassin's Creed Valhalla و Red Dead Redemption 2 ومجموعة من الألعاب اللي أخف وزنا من هدول بس كيف كان الوضع عند الـ Game Pass سعطونا لعبة سلاحة في النينجا من أول يوم بإطلاقها وكانت لعبة مرتبة عطونا كمان عدة ألعاب أهمهم من Assassin's Creed Origin و FIFA 22 فوزن ألعاب إطلاق سوني يا أخي كانت قوية ولهيك بتفوز بأول نقطة بالشهر السابع بلايستيشن نزلت لنا الجزء الرابع من كراش Marvel Avengers اللي ما حققت نجاح كبير وعدة أجزاء أخرى من Assassin's Creed Assassin's Creed معلم كانوا يعطوك يا هاي خدلك كم لعبة بس أهم لعبة كانت هي Stray لعبة القطة وكانت أول لعبة بتم إضافتها على الخدمة بأول يوم من إصدارها شو هالحركات يا سوني مع مبارفك Stray حققت نجاح جيد وتقييمات عالية بس كيف كان وضعها الشهر عند إكس بوكس Game Pass في هداك الوقت قدم عدة أجزاء من لعبة ياكوزا اليابانية وعطانا Watch Dogs 2 من Ubisoft لكن أهم لعبة كانت As Dusk Fools حصرية لإكس بوكس ولعبة قصصية بتعتمد على اختياراتك أنا لعبتها وكانت قوية حتى تقييماتها مشابهة لستري بس فيها مشكلة مو كل اللاعبين يتقبلوا هالنوع من الألعاب اللي بيعتمد على الصور فقط لذلك النقطة بتروح لسوني لأن استري كانت اللعبة الأقوى بالشهر الثامن معلم بلاي ستيشن ما استطاعت تكمل على نفس الزخم ونزلت عدة ألعاب أبرزهم Dead by Daylight Bugs Nux Metro Exodus Little Nightmares صحيح ألعاب حلوة سأخي كلهم إذا ما لعبناه هون أو يعني ما بيشجعوا كتير عند إكس بوكس كمان كان الوضع متواضع بس على الأقل كان في لعبة صدرت من أول يوم بإطلاقها واللي هي Midnight Fight Express هاي لعبة قتال من منظور علوي وكانت ممتعة جربتها فنقطة الشهر الثامن أخي بتروح لإكس بوكس لتقديمهم لعبة جديدة بس سوني ما انتظرت كثير وعملت حركة ملتوية بالشهر التاسع نزلوا لعبة Deathloop على خدمتهم Deathloop هي من إنتاج استوديوهات Bethesda وسوني عملت عقد لحصرها لمدة عام كامي وبهذاك الوقت كانت إكس بوكس مشترية Bethesda جديد فحافظت على الاتفاقيات السابقة فإجت سوني معلم نزلتنا إياها على بلاس وقت انتهت فترة الحصر لأنهم عرفانين أنه اللعبة رح تنضاف على Game Pass بنفس الشهر فسبقوا إكس بوكس بكم يوم ونزلوا إياها بالإضافة لجزء الساتن كريد ومتل ما قلت لكم إكس بوكس نزلت Deathloop بعد كم يوم من توفرها على بلاس بالإضافة لعدة ألعاب أخرى أهمة Assassin's Creed Odyssey والنقطة هون يا أخي حرام تعطيها واحد منهم بتروح للمنصتين سوى لأن الاثنين كان اعتمادهم على Deathloop بشهر العاشر سوني كملت تنزيل سلسلة Assassin's Creed تقريبا ما بقي ولا لعبة منهم إلا وتواجدت على الخدمة بس هالشهر يا رجل كان خرافي لGame Pass إجتنا لعبة الرعب Scorn وتقييماتها كانت جيدة ونزلت أحد أفضل ألعاب السنة من اليوم الأول على الخدمة واللي هي Black 10 Requiem هاي رلا تلعب على السوني وقتها تدفع سبعين دولار أنا جدا استمتعت بهاللعبة لدرجة أني قيمتها عشرة من عشرة وفوق كل هات كان في عدة ألعاب أهمة تشالفري 2 لعبة قتال سيوف ممتعة وبرأي هذا الشهر كان الأفضل عند إكس بوكس لهيك بستاهل ياخذ النقطة بجدارة وأنت معلم إذا شفتني بستاهل الاشتراك خبرني بالتعليقات وخود مني قلب وشدونا الهمة بالاشتراكات وبعدها إجا نوفمبر اللي كان عادي جدا عن سوني صحيح أضافوا عدد كبير من الألعاب بس يا أخي من عظمهم كان قديم أهم الألعاب كانوا نيو 2 والنسخة الخاصة من سكايرين عند إكس بوكس كان الوضع أفضل جتنا بنتمنت اللعبة هايلي ما جذبتني أبدا لأن بالأصل ما حسيتها شكلها لعبة لكن على الأقل كانت جديدة واجت باليوم الأول جتنا باتلفيلد 2042 والجيم باس كان هو موقعها الصحيح بهذه الفترة لأن أطلاقها كان كارثي وبتحتاج خدمة مثل هي تأنقذها وعندك كمان وور هامر 40,000 هاي لعبة جيدة وانضافت من اليوم الأول وجربتها واستمتعت فيها فلهيك نقطة هالشهر بتروح لإكس بوكس شهر 12 كان متوسط بالنسبة لبلايستيشين أهم إضافة كانت ماس إفكت وبايوميوتانت وفعلا يوبيسوفت يا أخي ظهرت أنها الداعم الأكبر لهذه الخدمة ففارق راي نزلت ب3 أجزاء أهمهم الجزء الخامس وعطونا كمان المزيد من الألعاب ياكوزا ولعبة جودجمنت الشبيهة فيها بينما إكس بوكس أنهت السنة بمجموعة لابة أسفية بس الجوهرة فيهم كانت هاي أون لايف لعبة شوتر كوميدية بدم خفيف فوق التصور فعلا كانت مرتبة مرتبة فكمان نقطة هالشهر راحت للجيم باس لتوفر حصرية من اليوم الأول هون بلايستيشن معلم شعرت بالضعف بخدمتها فلهيك تحسن نوضع أول شهر من 2023 فعطتنا ستار وورس فالين أوردر من أقوى الألعاب بس أديمة وموجودة على الجيم باس وعطتنا كمان ديفيل ميك راي جزء الخامس هاي كانت شغري حلوة ودراجون بول فيتر زيد بالإضافة لباك فور بلاد والتي تعتبر لعبة تمشي الحال وموجودة على الجيم باس من زمان هون إكس بوكس زادت من حدة المنافسة وعطتنا لعبة تم الأعلان عنها بشكل مفاجئ واللي هي هاي فاي راش واللي تعتمد على الضرب مع الإيقاع كانت عنوان قوية أخي بستنظلم بطريقة التسويق اللي إجت هيك فجأة وحصلت على تقييمات عالية كمان كان في لعبة قتال لابأس فيها واللي هي جوجو بازار أدفينشر فكان شهر منوع ويستحق يسحب النقطة لصالح الجيم باس هون معلم سوني ما تحملت الكفوف المتتالية فأخيرا تكارمت بمجموعة قيمة بالشهر الثاني ابتدى بنسخة الريميك للعبة مافيا وإيفل ديد لعبة رعب سيرفايفل تعاوني وعطتنا بنص الشهر حصرية أمي السبعين دولار واللي هي هورايزين فوربادن ويست إيش وهالكرم يا سوني ما عم بعرفة ريزدنت إيفل كمان غنية عن التعريف عطونا ياها بجزء السابع وعطونا لعبة رعب تاني اسمها The Query كمان هي بسبعين دولار وماشي حالة وفي عندك كمان Ticken 7 وسكارلت نيكسوس الجماعة عم بحثوا بالألعاب الحلوة لدرجة صار صعب جدا على إكس بوكس تستحوز على نقطة هالشهر مع أنها أطلقت لعبة جديدة من اليوم الأول اللي أنا كنت تقريبا المراجعة الوحيد اللي عجبته اللي هي Atomic Car هاي لعبة بتقاتل فيها آليين سيطروا على مدينة روسية بالإضافة للعبة Madden NFL بس نحنا يا أخي ممنهتم بكرة القدم الأميركية لكن قيمة ألعاب سوني السعرية كانت أعلى بكثير فتستحق تأخذ النقطة بتتذكروا سيناريو ديس لوب وكيف بلاي ستيشن نزلت اللعبة بخدمتها بس هيك لتزعج إكس بوكس وتسبقها بالشهر الثالث سوني عملت نفس الحركة بس هالمرة مع Ghostwire Tokyo وعطتنا مجموعة Uncharted اللي تحتوي جزء الرابع وتوسعته بنسخة محسنة بالإضافة للعبة أطلاقه من اليوم الأول اللي اسمها كانت تيشيا أو تشيا هاي معلم لعبة خادعة وبتدعم الملونين ما لعبتها وما بنصحكم تلعبوها ومع أنه هالشهر كان يعتبر شي صعب جدا يتم التغلب عليه من إكس بوكس بس يا أخي الجماعة ما أصر وعطونا لعبة Wolong اللي كان أطلاقها من اليوم الأول على الخدمة فوجود ألعاب كبيرة من اليوم الأول عاب تجي أخي عم بيقلب الكفة لصالح إكس بوكس بعدد من الشهور خصوصا أنه تقييمات هاللعبة كانت بالثمانينات ولهيك إكس بوكس أخذت النطة الشهر الرابع كان أحد أكبر الصدمات بهالسنة والسبب هو تواجد عدد كبير من ألعاب إكس بوكس بخدمة بلاي ستيشن بلاس عطوهم Doom Eternal أحد أفضل ألعاب الشوتر The Evil Within أحد أفضل عنوين الرعب وجزئين من Wolfenstein بالإضافة لحصريتين من سوني الأولى هي كينا لعبة كيوت تستاهل التجربة والثانية أخر جزء من ساقبوي أيضا حصرية مرتبة هذا غير لعبة سباق من يوبيسوفت اللي اسمها Riders Republic ومع أنه المهمة صعبة جدا بس يا أخي إكس بوكس عطتنا Minecraft Legends من أول ما نزلت أنا لحد الآن ما لعبت لهاللعبة بس تقييماتها جيدة ولهيك هذا كان أحد أكتر الشهور اللي يحيروني بس بشوف الكفة بتميل باتجاه سوني لأن Minecraft ليست للجميع وسوني قدمت حصريتين بشهر واحد وبالشهر الخامس سوني خبطت الميزان بضربة قوية جدا مع وضع حصرية PlayStation 5 Ratchet & Clank على الخدمة مدعومة مع آخر جزء من Watch Dogs اللي اسمه Legends ولعبة أخرى اسمه Humanity مع أنه شكلها ما بيش جعك تلعبها إلا أنها حصلت على تقييمات مفاجئة صراحة وكلة أجزاء من Tomb Raider وإذا ما لك لعبانهم قوعك يروح عليك وجزئين من اللعبة Dis-Ownored اللي كمان كانوا إضافة مفاجئة من استوديوهات Xbox لخدمة البلاس الشهر الخامس كان موضع لخيبة الأمل للجيم باس فالجميع كان عم ينتظر لعبة Redfall أول لعبة بتحصرها Xbox على أجهزتها بعد استحوازها على Bethesda اللعبة جابت العيد بجميع النواحي القصة، الجيم بلاي، الأداة، التصميم، العالم وتحولت لمهزلة اسمها 30 frame فيفا 23 أضيفت أيضاً بهذا الشهر للجيم باس بالإضافة للعبتين اندي حلويني كتير على فكرة واحدة اسمها Planet of Lana عم بلعبها بالوقت الحالي وفينا يقول عنها أكتر من جيدة والثانية اسمها Ravenlock هاي شفت الناس عم بيمدحوها لكن قصة Redfall طغت على هذا الشهر وخلت النقطة تروح لسوني وبهذا الشهر اللي نحن فيه الشهر السادس يا أخي في عدد مخيف من الألعاب تم إضافته لخدمة البلاس أهمهم Far Cry 6 وأكيد صار واضح معكم التعاون المستمر مع Ubisoft ولعبة سلاحة في النينجا نفسها اللي نزلت على الجيم باس سابقة صحيح ألعاب بلاي ستيشن هالشهر حلوة خصوصاً إذا ما كنت لعبهم لكن الجيم باس حصل على لعبة أطلاق جديدة اسمها Amnesia the Bunker هاي لعبة رعب وحصلت على تقييمات جيدة جداً وآخر جزء كمان من Need for Speed اللي اسمه Unbound أيضاً انضمن القائمة وهي لعبة كانت حوالي 70 دولار كمان فإكسبوكس يا أخي بتستحق نقطة هذا الشهر فبالمحصلة لحد الآن بلاي ستيشن أخدت 6 نقاط بينما إكسبوكس حصلت على 8 بس يا أخي الصباق ما انتهى فسوني أعلنت هالشهر هاد إنها هتفعل ميزة بث الألعاب عبر السحابة لمشتركين لبلاص إن كانت الألعاب الموجودة على خدمتها أو أنت مالكها لأن بإكسبوكس أنت فقط تستطيع بث الألعاب الموجودة على الجيم باس ولما تخرج أحد الألعاب من الخدمة فما بتقدر تلعبها عن طريق السحابة فهذا الأمر بيخليني أعطي نقطة لسوني لأن هالموضوع يعتبر هدف بأرض الخصن أمر آخر يستحق التقييم هو جودة الحصريات المضافة على الخدمة وعددها جودة ألعاب سوني واستقرارها كانت الأفضل خلال هذا العام خصوصا إذا بدنا ناخد بعين الاعتبار موضوع ريد فول فجودة الحصريات المضافة مثل ديمون سولز سبايدر مان راتشت أند كلان كريتيرنال كينا وصحيح إكسبوكس أعطتنا ألعاب حلوة بنهاية العام الماضي لكن حاليا لساعتنا عم ننتظر حصرياتها القوية اللي لحد الآن ما نزلت فلهيك نقطة جودة الألعاب بتروح لبلايستيشين وهذا اللي بياخدنا للتعادل بثمان نقاط إلى ثمان نقاط ولا تخافوا أنا ما بنهي فيديوهاتي بتعادل لأن في عنا المعيار الرابع الخدمتين هم أشبه بفكرة تأجير الألعاب وبعد فترة بيغادروا الخدمة ففترة بقاء الألعاب داخل الاشتراك مهمة جدا عمر بقاء الألعاب على البلاس أقصر من إكسبوكس والجماعة أزالوا ألعاب مهمة يا رجل مثل سبايدر مان وردد ريدمشين ما بيعطوك فترة زمنية واضحة عن مدة بقاءها الألعاب وما بتدرى بإزالتهم غير قبل بأسبوع أسبوعين وبتحس فاتق القطار عند إكسبوكس أنت على الأقل بتضمن أنه الحصريات ما رح يتم إزالتها وفي جدول أوضح بالنسبة للألعاب التانية فلهيك إكسبوكس بتربح هاي النقطة وبجدارة وبتكون هي الرابح بـ 9 مقاط مقابل 8 لبلايستيشي وبنفس الوقت أنا فعلا متفاجئ وراضي جدا عن خدمة سوني لأنه بعام واحد قدرت تقترب من قوة الجيمباس فلو بلايستيشن تشتحي لها شوي وتتكرم يا أخي بوضع حصريات أكتر فرح تكون فرصة أكبر بالعام القاضي